الأمس كنا شمالاً نتحدث عن تنمية شبه جزيرة سيناء واليوم نقف جنوباً وبالتحديد وسط إقليم شمال الصعيد في واحدة من محافظاته الإحدى عشر نتحدث عن محافظة ألمينيا عروس الصعيد التي تزينت بمشروعات تنموية في كل المجالات ففي مصر الجمهورية الجديدة تتضافر الجهود كافة من أجل تحقيق تنمية شاملة ومستدامة من أجل مستقبل جديد مشرق عنوانه العبالة في التنمية رؤية مترسخة وجهود لا تتوقف من القيادة السياسية سعياً لتحقيق مستقبل أفضل لكل الأجيال وحياة كريمة لكل المصريين إذن مشاهدين الكرام مشروع تطوير الريف المصري حياة كريمة هذا المشروع الذي يحقق العدالة في التنمية ويهدف إلى الارتقاء بجودة حياة المواطن في الريف المصري وهو مظاهر جلياً إبان زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية المعصرة إحدى القرى التابعة لمؤسسة حياة كريمة هذه القرية التي قام السيد الرئيس أثناء جولته فيها بتفقد عدد من المشروعات التي تم الانتهاء فيها بنسبة 100 بالمئة وهو الذي جعل هذه القرية تتحول من مجرد قرية عادية إلى أشبه ما يكون بالمدينة لتكامل جميع الخدمات فيها ووجود كافة الخدمات التي يحتاج إليها المواطن المصري في حياته اليومية نتحدث عن مشروعات متعددة في مجال الخدمات العامة كمركز الخدمات مجمع الخدمات وأيضاً مجمع الزراعة بالإضافة إلى مجمع الألبان وغيرها من المشروعات التي قام بتفقدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ قليل أيضاً قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة استفاف عدد من المتطوعين في مبادرة حياة كريمة ووجه التحية لهم وأيضاً عدد من المجموعات المتواجدة في قرية المعصرة التابعين للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي هذا التحالف الذي يعمل أيضاً كتف بكتف بجوار مؤسسة حياة كريمة في كل القرى التابعة له إيماناً بالعدالة في التوزيع ووصول الخدمات إلى الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية وللتخفيف أيضاً من آثار الأزمات الاقتصادية العالمية التي يواجهها العالم ككل